مرحبا اتمنى تكونوا بخير وسلام وأمان وين ما كنتوا عم تسمعوا طائط حب من ثلاث أسابيع فارق نيومون هيد الحياة وانتقال تروحوا نيومون هو الهر أو لبسان اللي عطول بحكي عنه ببودكاست طائط حب اللي كان قريبا رح نكون عم نحتفل بعيد ميلاده بشهر أكتوبر أكيد اللي صار كتير مؤلم وكتير صعب ويمكن صار لي كم أسبوع غايبة عن طائط حب لأنه في حزن كتير كبير جواتي ولأنه صوتي ما كان عم بيساعدني أبداً كون عم بسجل أو عكون حتى عم بحكي مجرد ما كون عم بحكي عنه أو عن أي شي دموعي عم بكره لحالون وعم بحس بيغصة كتير كبيرة فأنا بحاجة كنت كون عم بعطي نفسي كل الوقت اللي بحاجة لإله لكون عم بستوعب اللي صار لكون عم بتقبل للتسليم وللسماح وكمان لأنه كون عم بمشي بمراحل الحزن بشكل صحيح لما كون عم بكبت أي مشاعر داخلي لأنه بحجة الحياة بدأت تكفي حزني كان وبعده كتير كبير لدرجة أنه فصلت تماماً عن الحياة وعن شو عم بيسير بالعالم الخارجي يمكن في ناس راح تقول هيدا بسين أو هيدا هر ما بدها الأد أو هيدا حيوان في أرواح ناس وأطفال في مصائب كبيرة عم بتصير بهالدنيا كل يوم ما بدها الأد إنه نحزن على حيوان صح أكيد في شوي من كل شي بهالحياة ولا مرة نكرت وجع أو ألم أي حضن أو مصيبة أو تحدي عم يمر فيه أي حضن أو مجموعة إلا ما عطيت حق لحزن كل إنسان أمام الموت أو أمام أي واقعة أو تحدي تعاطف دائماً بيكون مع الكل اللي بعرفهم ولي ما بعرفهم لأنه هالأد بحس مع الأرواح ومع الألم بعمق كتير شديد وبعط الجميع كل المساحة والتفهم والرحمة والحب حالياً عم بعط لنفسي كل هالتفهم وكل هالمساحة اللي أنا بحاجة إلى لأقدر كون عم بقبال وعم بكفي حياتي ويمكن هيدا أول مرة بحياتي بعطي حالي الوقت كله لكون عم بحزن على فراق روح كون عم بحزن عن جد ما كون عم خب مشاعري أو عم بكبطة أو عم بلهي حالي بأي شي تاني فقدت كلبي من حوالي 8 أو 9 سنين لورا زعلت كتير وبشتقلة كتير بس اكتشفت أنه أنا اضطريت أنه حط حزني على جنب لأنه كانت يسمينة خلقانة جديد وبين إيدي مسؤولية جديدة وكبيرة ويمكن كنت عم بالها حالي كرميل ما كون عم بفكر هيدا الشي فعاليا نصار من 7 سنين اليوم بحاجة أني كون عم بشعر بحزني بشكل حقيقي وأعطي كل مساحته من دون أي دادلاين إنه لازم هلأ خلاص كون صرت منيحة لازم بعد شهر أو شهرين مع بحط لحالي أي حاجز أو أي وقت كرميل أنا كون عم جد حقيقية مع حالي كرميل المشاعر ما ترجع تبين جواتي أو بجسمي على شكل نكسات أو على أمراض وإذا في شي مهم تعلمته من اليومون هو يكون بالحاضر وكون حقيقية مع مشاعر أنا اللي كنت دايما وقتا يكون في أي وفاة يكون محافظة على الثبات وكتشفت بعدين عم بالدعي إنه أنا القوية وأنا المنيحة وبعدين يرجعوا يبينوا كلهم بمشاعر وبصحته فهو فعليا مش مجرد حيوان ولا مجرد بسين لكل شخص في يقول إنه على حيوان زعلانين هالقد وما في داعي للمقارنة بلاحظة الألم إذا حيوان أو إنسان كل روح مهمة وكل روح عزيزة وكل حدا فيه احترام لحزنه شو ما كان حزنه على أي روح فائدة يمكن اللي عنده حيوان يمكن اللي عم بيربي يمكن اللي بيحب الحيوانات يمكن اللي عنده اتصال قوي مع الحيوانات رح يكون متفهم ليش عن جد منتقلم هالقدة بس حيواناتنا تفرقنا ولاش القلم هالقدة بيكون عميق وكتير قوي وبياخد مننا كتير وقت لنتقبل ونتخطى ونسمح بالرحيل لأنه فعلياً الحيوانات هي روح عظيمة لأنهم بيصيروا فرد من عائلتنا وأوقات هن عن جد عائلتنا أنا بالنسبة لقل اليوم عم بعيش كأني عم بعيش فراء طفل لأنه هن فعلياً بيجيبوا الفرح والسلام ولاحظات كتير حلوة على حياتنا لأنه عندهم طاقة عظيمة وروحة كتير كبيرة كلها حب غير مشروط ولأنه بالأساس هن اختارونا واختاروا يفوتوا على حياتنا من خلال أساس وظروف وتوقيتات محددة لهدف هن بيعرفوه ونحن بنصير عم نكتشفه ونفهمه مع الوقت ومع العمر اللي بنقضي معهن الحيوانات مش بس بنختار معهن ننظر للحب والحياة بشكل رائع ومن منظار مختلف إنما بيوصلوا على حياتنا ليكونوا عم بعلمونا كتير إشياء خلال تسعة سنين النيومون علمنا كتير إشياء وعلمني أنا كتير تفاصيل مهمة وزاد على حياتي وعي كتير كبير وطاقة كتير رائعة ولا اليوم رح قدر إنساها لهيد الطاقة واجعي الكبير اليوم مش بس متقلمي لفراؤه ومستفقد كتير لروحه الحلوة مستفقد لطاقته لحضوره معي وجنبي بكل نقطة وبكل زاوية بالبيت إشياء كتير يعلمني إياها رح حاول اختصارها بتسعة إشياء تعلمت منه بتسعة سنوات من لحظة اللي وصل على حياتنا وكان عمره شهرين كيف اختاره وهو اختار يجي عند زوجة ويطلع يقعد على كتافه ورقبته وكانت بداية جديدة كنا عم ننهي سنة وعم نبدأ سنة جديدة ومش حيالة سنة كانت من حياتي أنا وزوجة كان فيها تحديات كتير كبيرة يوم اللي إجا لعنا طلعت بالسماء وشفت الأمر الجديد عم بيبلش يبين وقررت إنه اسمه نيومون لأنه الأمر الجديد بمثل البدايات الجديدة وحسيته بداية أمل كبير بحياتنا لشي كتير حلو وكتير كبير فهو علمنا بكل لحظة وبكل تحدي مراينا فيه خلال هيدا العام اللي إجا فيه على حياتنا أنه عطول في نهايات بس كمان عطول في بدايات مثل مراحل الأمر وأنه نحن أبدا مش متركين ومش لحالنا وبكل واحد من هول المراحل بكل لحظة كتحس فيها أوقات بلاحظة يأس كتتطلع عليه أو هو يعمل أي شي ليلفت لإنتباهي ويذكرني أنه فيه أمل وفيه بداية جديدة علمنا قبل ما يصير عنا طفلة كيف نعتنب طفل وكيف اهتم بالطفل اللي جواتي وكيف استرجع روح المرح وحب اللعب كل ما كان يلعب هو صغير وأنا كنا عم بلعب معه وإنسى أني أنا كبيرة كان يمر الوقت وأنا عم بلعب أنا ويامل كأنه اتنين أطفال قاعدين عم بيلعبوا مع بعضهم إجا فعليا على حياتنا قبل بسنة وشوي مما تخلق ياسمينا ليكون عم بمهدلنا الطريق ويحضرنا كيف نعرف نلعب مع طفل ونقبل أنه بنقدر نحنا نكون عم لو كنحنا كبار نقعد مع طفل ونعطيه كل الوقت وما نكون عم نحط حدود لحبنا ولاهتمامنا اللبسينات أو القطط قدما يكبروا عندهم هال playfulness بعلمونا عن جد كتير قصص عن كيف نحنا نكون عم نتغنج وكيف نحنا نكون عم نلعب حتى إذا بتطلعوا على اللي بيسمونا القطط الكبيرة مثل الأسد، مثل النمر، مثل تشيتا، جاكوار كل هيد الفصائل من القطط الكبيرة على رغم ما أوقات بيفررون إياهم أنه عندهم شراسة أو عندهم في ناس بتخاف منهم إذا بتحضرون بالأفلام الوثائكية أو بتشوفون كيف بحاظات بيادوا يكونوا عم بيتغنجوا وبيعملوا نفس الوضعيات لأي قط صغير أو هر صغير فيكون عم بيعملها منشوف أنه عندهم عن جد هيدا الروح الحب للعب ولا يكونوا عم بيتغنجوا كتير بعلمونا أنه نحنا كمانا نسمح لحالنا نعيش هيدا اللحظة وأنا كطفلة ممكن أهلي ما قاعدوا لعبوا معي أنا وصغيري كتحس أنه بس يتحسين عندي طفلة أنا كيف بدي أعرف أقعد ألعب معه ولعبه فكان اليومون عم بيحضرني بهالفترة كلها بلما تخلق ياسمينا أنه كيف فعليا أقعد وألعب مع طفلة وإنسى الوقت وإنسى كل شي علمنا كيف أوثق بالحياة كنت خافة كتير طلعوا على البلكون وخاصة بس كان زوجة مسافر وأنا لحالي معه كتحس أنه إذا زوجة هون هن بيفهموا على بعضون وإذا ظهر على البلكون هو بيعرف كيف يكون حده ويكون مواكبه فكنت حس أنه عطول من تبها أنه ما يظهر لحال لأنه بدي ينط على الحفة الشرفة أو البلكون أو الدربزين والقطة عندهم هيدا الحشرية بيحبوا يقفزوا على الأماكن العالية فأول مرة كنت ناسي الشبك الباب مفتوح وظهر هو ونط أنا بالنسبة لقلي كنت حاسة بخوف كتير رهيب وصرت عبعيت له كذا مرة لينزل وهو ما ينزل فلقيت أحسن شي إنه جيب كيس اللي فيه للتريتس وخشله بقلب الكيس لهو يرجع ينزل ويسمع الصوت وبعدين أتعلمت إنه فعليا يمكن هيدا طريقة يشتغلوا فيها عند الحيوان اللي يكون عم بيرجع لهيدا الصوت ويكون عم بيقرب بس كمان أعلمتنا هيدا الشغلة إنه مش بحاجة يكون عم برشي بل إنه كون عم بعطي وقته أتطلع وشوف ووسق هو كيف عنده الإدراء بجسمه يعرف كيف يكون عم بيكفز ويرجع ينزل من دون ما أنا عيش بخوف لأنه هيدا الخوف كان عم بيكون أنا جواتي هو عارف حاله وعنده هيدا الإدراء هلأ في كتير يمكن بسينات نطوا على أماكن عالية ووقعوا وفقدوا حياتهم بس بيشكل عامة هن عندهم هيدا البراع يعرفوا يكفزوا على أماكن عالية ووقات يكونوا عم بيمشوا على أماكن كتير رفيعة وصغيرة فبهيدا الشي اللي يمكن عملوا شي مرتين ثلاثة علمنا بمحلات معينة إنه إخد نفس عم يطلع على الخوف اللي أنا جواتي ووثق إنه هو قادر يكون عم بيمشي ويرجع ينزل على مهله وبعدها بس صار هو يعيدا وشوف أنا كيف عم بيقيسة وعم بيكفز بكل دقة وبكل مرونة عم بيعرف يمشي وبكل ثقة فهمت إنه هو كمان عم بيعلمني أنا وثق فيه لقله وبقدرته ووثق أنا كمان بحالي وبالحياة وبالقدرات اللي عندي إيها بجسمي وعندي إيها بعقلي وبس إنه إحنا نكون عم نركز على القصص اللي عنا إيها جواتنا ما بعود فيه شي عم بيخوفنا صرت شوي شوي يقبل واتطلع على خوفي أنا ووين بيحاجة أنا عزي السقتي بحالي أكتر وأكتر وكمان كان عم بيحضرني لبس بيصير فيه طفل في كتير لحظات يمكن ما رح يكون عندي فيها كونترول وبدي إسمي حقوثق بكل خطوة عم بيعملها الطفل ومع الوقت منفهم من تعاملنا مع ولادنا ومع حيواناتنا إنه الخوف هو بداخلنا وبمحل معين مهم إنه نحنا نعطيون مساحة لأنه رح يكونوا قدرين يتجاوزوا أو يتخطوا الشي اللي هن عم بيعملوه من دون خوف أعلمني حافظ على حس الحشرية ونمي أكتر أو فاعل أكتر حدسة أو الانتووشن اللي عندي إياها نحنا منسمي لنيومون مفتش الجماليك لأنه بس نجيب أي شي جديد على البيت أو نوصل من السوبرماركت أو جايبين نبتة جديدة أو أي حدا جايبنا هدية على البيت لازم كلهم يقطعوا عند النيومون لأنه بده يقريب وبده يشمشي بكل شي وبده يشوف كل التفاصيل ويفوت ع كل الكياس وع كل العلب ويرائب كل شي أوقات حتى لو كنا مستعجلين بدنا الغرض اللي نحنا شاريينه أو اللي وصلنا نعطيه كل وقته وبس هو يخلص نكون نحنا عم ناخد الغرض ونفض أو نفتح الشي اللي نحنا عم نفتحه كنا نحس إنه طائيا هو كأنه مش بس حشرية عم بينظف عن جد عم بيعمل سكانيك مثل المفاتشين الجماريك بس يعملوا سكانيك لكل شي علمنا حافز فعليا على حس الحشرية الحلوة اللي دخلنا ونضل نسأل ونسائل ونعطيه وقت للإشياء مش ضغر نستعجل بدنا ناخد القصص بسرعة وهيدا كمان كان عم بيحضرنا أنه بكرة جاي طفول بده ينبش بكل شي وبده يفتح لجواليير وبده يكون عنده حشرية لكل شي فمعه مع ياسمينة اتنايناتهم عن جد خلونا يصير انظر للحشرية بشكل كتير مختلف ومع الحشرية بيجي تفعيل الحدث والإنتوشن كلنا منعرف قديش القطط بيتميزوا بطاقة الحدث وباستشعار الطاقات وهيدا ميزة كتير كبيرة لبلنعمة رائعة نحنا مننسى حيستنا وقدرتنا على الاستشعار بفعل كل البرمجات والقصص اللي موجودة من حولنا واللي عم بيتلعبوا فيها براسنا وحواسنا بالبعض التالت اللي نحنا عايشين فيه مننسى انه عنا بصيرة ووعي وعنا حاسة سادسة وسابعة وتامنة الحيوانات بشكل عام بيذكرونا لانه هن ما عندن distractions أو قصص تلهيون عندن قدرات هن حاضرين اكتر عندن قدرات سماعية وبصرية وشم اقوى من اللي عنا والقطط بشكل خاص عندن قدرة استشعار الطاقة وبيتميزوا بقدرتن على تنظيف الطاقة وهيدا فعليا درس كبير منتعلموا بعلم الطاقة مع القطط او مع البسينات اذا في حولينا بسينات بحياتنا فهن عندن قدرة يقشع ابعد ما نحنا منقشع عندن قدرة يقشعوا اشياء نحنا ما منقدر نشوفها او منا مرئية لقلنا عندن القدرة انه حتى ما بيقبلوا انه احنا نكون اوقات عم نعملهم كراس او عم نغنجهم او عم ندلكلهم جسمهم بدون اول شي شموا ايدنا واذا ارتاحوا لطاقتنا بيسمحونا نكون عم نغنجهم هو كان هيك واذا لا ببعد اوقات ممكن يكون البسان عم بيغرمش بيقولوا عنه ان البسان غدار متل ما الناس بتفكر وبتصدق هيدا الشي بس هو فعليا بيكون عم بيرسم حدود وعم بيقول انه انا ما بقبل تكونوا عم تلمسوني او مش مرتاح لهيد الطاقة او هلأ مان جاهز ومن هيك منشوف كتير قطط بينطفوا حالون بعد ما حدا يكون عم بيلمسون او عم بيكون عم بيغنجون بيعرفوا كيف يعملوا شيلدين كيف يحموا طاقتون بشكل كتير بارع اوقات بيراجعوا يعني بيستفرغوا من بعد ما يكون حدا قرب لحدهم او كانوا متواجدين ضمن طاقة معينة اللي يكونوا عم بينطفوا بيتخبوا بمحلات وبزوايا معينة اذا مش مرتاحين للناس اللي موجودة او ليكونوا عم بينطفوا طاقة هيدا الاماكن بيختفوا اذا الناس اللي جيين لعنا هن مان مرتاحين لهم وهيدا الشي اللي بيخلينا نكون نحنا عم نرجع نوسق بحدثنا نتعلم كل هول قصص اللي كان يعملوا نليومون كتا عم برجع اتعلم كيف مع كل شي انا تعلمته بامور الطاقة انه كيف عن جد ما ننسى او ما نهمل حادثنا ما نهمل تسكير طاقتنا حماية طاقتنا رسم لحدود تنظيف طاقتنا وكمان نتنبه بين احنا مين عم نحتك ومين في بحياتنا ومين عم نحس انه عم بيزعجنا بس عم نضلنا مش يمكن عم نقدر نرسم حدود او عم نروح بالحياة او خايفين نزعي لأي حدا هول القصص انا عم جد تعلمتهم وقتا كنت عم بتعلم كل شي عن الطاقة وكنت عم بتذكرهم بالاحرى لان هنهو موجودين داخلنا بالفترة كيف نحنا نحمي حالنا ونحمي طاقتنا موجودين داخل حكمة جسمنا ومش عم عبس نيومون اجا على حياتنا بالفترة اللي كنا عم ندرس فيها عن علم الطاقة اتنايناتنا انا وزوجي او كنت انا عم بنتقل من الميديا لبلش اشتغل بالعلاج بالطاقة كأنه كان بهالفترة عم بيواكبني بكل شي كنت عم بتعلم وعم باخده كأنه هو كان معلم او كان ماستر او كان تيتشر بحياتي لانه كل الشغل اللي كنت رائبه وكيف بيعمله كانت عم تعطيني كتير insight او تخديني تطلع كتير تفاصيل بطريقة مختلفة علمنا يكون باللحظة وعيش بالحاضر الحيوانات كلها بتعلمنا الاطفال حتى بيعلمونا كيف نكون نحنا عن جد بالحاضر بس يكون عم بيلعبه وصغير كان مركز على اللعبة اللي نحنا عم نلعبه اياها او الشغل اللي عم بيعمله ولا اي شي تاني في يعمله distraction او فيكون عم بيلهي وقت يكون بدي ينام بينام نوم عميء من كل قلبه وهيدا الوقت اللي هو بده اياه ما فيه اي شي يكون عم بيه وقف له فترة النوم اللي بده اياها ازا بده يقعد بالشمس ازا بده يقعد بالفاي بيقعد الوقت اللي هو بيحاج لقلو بيعمل المديتيشن او التأمل طبعوله لانه البسينات بيعملوا meditation كل هيدا الشي كان يذكرني انه يوميا ما اهمل الوقات اللي انا بيحاج لقلو لكون مع حالي او قات كل الوقت اللي بيحاج لقلو ما كون عم في شي تاني عم بيلهيني عن شي بحب اعمله وتذكر عطول انه يوميا اخلق وقت للمديتيشن او للتأمل بالطريقة اللي كان يقعد فيها بهيك الشعور بالفخر الاول اللي عنده اياه كان نحس انه لورد of the house يعني عطول عنده وضعيته وشكله وجه وكيف بينفش حاله كأنه خلص هيدا المكان لقلو ونحنا موجودين معه والبيت لقلو ونحنا ضيوف عنده بالبيت وبس يكون عم بيستمتع باي اشي عم بيعمله كمانا كان يكون عم بيذكرني انه نحنا كمانا بيحقلنا ونتعلم كيف نستمتع بالاشياء ونعيش العظمة الاشياء متل ما هي وندلل حالنا ونحس بقيمتنا نتداخل ونحس بالفخر بحالنا ونعطي وقت لمشاعرنا حتى القطط بس يكونوا حزينين بياخدوا كل وقت وما بيعودوا عم بياكلوا وما بيعودوا عم بيشربوا وقات بدون وقت ليكونوا عم بينطفوا كل المشاعر اللي تقيل اللي يحسوا وهذا الشي كتير اللي تمستوا وقت التفجير مرفق بيروت قد يخذ الوقت ليرجع لطبيعته لأنه حس بطاقات كتير وبطاقات كتير ملنا حلوة وملنا لطيفة كان عم بياخد كل وقته لا يرجع يكون عم يكون طبيعي بحياته اليومية معنا وكان كمان عم بيذكرنا أنه أنا كون عم بياخد وقت بأنه طلع كل المشاعر اللي عم بحسها علمنا كمان عن يومون الاسرار الديترمينايشن بس بده شغلته بيدل عم بيحاول وإذا ما زبطيت ما بيشعر بالفشل ولا بيشعر بالخيبة بيرجع بيحاول مرة تانية ومرة تالتة يمكن أوقات بيتركها للشغلة بيروح بنام ساعة تانية بيرجع بيجرب تاني يوم أو بنفس النهار لحد ما تزبط الشغلة اللي هو عم بيجرب يعمله حتى لو بده ينط على محل عالي وما عم تزبط معه ما بيحس أنه أنا ماني منيحة أو ماني كفوق أو ماني شاطر بياخد كل وقته وهذا الشي مش بس بعلم الاسرار بعلم الصبر كمان وأن القصصة بتزبط بالوقت المحدد أن تكون عم تزبط فيه وقتا يكون عم بيقعد كان أوقات هيك يعطي حالو وقت طويل أو ساعات طويلة بس هيك عم بيعمل كأنه استرخاء أو ريلاكسيشن كان يكون عم بيذكرني إذا أنا مستعجلي وعم فوت وأطلع بسرعة أنه فينا يخد نفسيك اطلع شوفه مسترخي يحس أنه شو حلو هيدا الشي مثل كأنه عن جد واحد مع باله وأي باله ما عنده هموم بحياته اسمح أعطي لحالة وقت أكتر أنه أنا عن جد بحاجة ارتاح وارجع شرج طاقة جديدة الناس بتفكر أنه البسينات بيناموا كتير لأنه هن ليزي أو كاسولين هن بيناموا لأنه بيشروا بيرجعوا أدماء بيشتغلوا بالطاقة بيرجعوا بحاجة يطلعوا كل شي هم تصوه ليكونوا عم بيناطفوا الطاقة ويعبوا طاقة جديدة من هيك بيكونوا عم بيناموا أكتر أوقات بيقولوا عنهم أنه هن أروجنت أو هن عندهم هيك طريقة تصرف فوقية هيدا الشي منه صحيح في قصص كتير بعلمونا إياها عن البسينات ملنا حقيقية إلا ما نعيش نربي بسين أو يكون عندنا بسينات حوالينا منعرف عن جد نفهموا ليش هن عندهم هيدا السلوكيات إذا هن مش مهتمين بهقيقية الشي بيبرموا وبيمشوا وبيكفوا حياتهم هيدا الشي بعلمنا نحنا هاو تو موف اون في قصص نحنا بنوقف عندها بدنا نرد للآخرين بنتمسك بالإشياء بدنا القصص تصبت بهيدا اللحظة هن بيعلمونا أنه كيف نحط برايوريتيز شو الأولويات طبعا بيتصرفات صغيرة في ناس بتقول هلأ معقول حيوانات رح تعلمنا كل هاي التفاصيل في إشياء ما تعلمنيها أو أنا عزي عم بحكي عن حالي ما تعلمت بالمدرسة ما تعلمت بالكتوب ما تعلمت بكتير إشياء أهلة يمكن ما علموني إياها تعلمت من خلال مراقبة لقلو بتفاصيل صغيرة ارجع أنصر جواتي وشوف أنه هالشغل الصغير اللي عملها أو هالحركة في نفهم أنا كتير قصص عنه من هاك هو ما كان بس هاك مشرد حيوان بحياتنا أو ما لازم نزعل لأنه هو بس حيوان أكيد علمني وفعلي أكتر الحب الغير مشروط والوفا في كتير ناس بتقول اللبسانات ما عنده نوفا أو ما بيحبه لبسان بيحب كتير وبيشعر بحزن وبيغضب وبيذكرنا كان يذكر نيومون بكل المشاعر اللي كان يحس فيها أن كان معصب أو مزعوج أو وقت اللي بينزوي أو بياخد وقته أنه نحنا كمان كنا عم نعطي وقت لمشاعرنا وقت حدا مننا بفل أو بغادر أو بسافر أو أي شي بيتغيب لفترة معينة كان ينطر بينطر على الباب وبيضل حزين خاصة بس زوجة كان يسافر أكتر كان يحس أنه بدي يضل قاعد على الباب ما بياكل ما بيشرب بيضل ناطر بيخد لوقت لا يرجع يتعود إذا كانت السفرة طويلة أو إذا كانت السفرة صغيرة بيضل على الباب لحد ما يرجع الطريقة اللي بيصيروا هنا بيغمضوا عيونهم بيفتحوهم بلينكينج اللي يقولولنا أنه I love you أو منحبكن الطريقة اللي بينووا فيها كمان من المواقط بعولهم ومنتعلم كتير إشياء في ناس بتقول أنه بيعملوا كل هول التفاصيل لأنه بدون attention أو بدون انتباه مين منا نحنا كبشر ما بدون انتباه نحنا أوقات كبشر ككبار أو صغار منعمل tantrums منصرخ منعيط منفش خلقنا بكل العالم منعمل قصص مننا أوقات كتير ممكن صحية بس نقول نحنا بحاجة لانتباه فإذا لبسان أو الحيوان عمل أي شي لياخد انتباهنا فهيدا شي طبيعي بلغة الجسد أو بطريقته لأنه ما بيقدر يحكي بيحكي من خلال هيد الحركات اتعلمت معه أنه عن جد كان عم بيأسس لكيف أنا أشتغل على حب الغير مشروط لأنه مع بس يكون عنا حيوانات بالبيت وعم بيهر وقبر وينما كان وخاصة هو شعره طويل على المحلات اللي بيقعد عليها يمكن تطلب بوقات أكتر ومجهود أكتر يكون عم بنظفها وعم بهتم فيها أنه كنا عم نقبل وعم نحب أنه هيد الحيوان هو فرد من أفراد البيت وعنده وبرع جسمه وعنده شعر طويل بيظهر بدي كنا عم بتقبل كنا عم نظفه مثل ما بكرة بدي أتقبل أنه بس يسيني عند طفلي عنده كتير متطل لبيت وفي قصص بدي أعطيها من وقته وأعطيه من صبري لكون عم بتحمله لكون عم بعطيها حب ما فيها عيات عليا إذا عملت شي لأنه هي كتير صغيرة ما فيها هي تخدم حالها أنا بدي أكون بخدمتها فهو كان عم بي عن جرد يهيئنا لكل هيد التفاصيل بحياتي وكأنه كان عم بيقلي أنه بكرة رح يجي طفلي ع حياتيك رح تعمل كتير إشياء بديك تحبيها و بديك تقبليها و بديك تعطيها وقت ومساحة وتسمحي لها يكون عندها حشرية وتسمحي لها توسق بمرحلة وبتوقيتها وتوسق بحدك أنت كأم من خلال كل هيد التفاصيل وتفرج عليه شو عم بيعمل هيدة تسع إشياء من تفاصيل كتير كبيرة وعديدة ويومية صارت بتسع سنين خلالها اللي رفقنا نيومون كيف ما بدي أكون أنا عن جد عم بيشتق له ما بدي أكون عم بيستفئيد وما بدي أحس بفراغ كبير وما بدي أضل أقول شكرا بكل لحظة على هالطاقة الرائعة اللي عبى البيت فيها واللي علمني فيها كتير تفاصيل حلوة ومهمة عند الحياة كلنا اليوم حاسين بالفرق اللي تركه بالبيت أكيد هو بقلبنا ورح يضل عطول بقلبنا وتارك ذكريات وينما كان هو معي بالوقت اللي أنا بيكون فيه بالبيت هو معي وشو ما كنت عم بعمل إذا كنت عم بطبخ هو قاعد حد إذا كنت عم بشتغل بجلسة جلسة علاج بالطاقة هو عطول قاعد حد إذا عندي جلسة على زوم هو قاعد كمان حوالي بالغرفة اللي أنا عم بشتغل فيها إذا عم بكوة هو قاعد عم يتفرج علي إذا عم بنشر بيركد معي لبرة لكون عم بنشر بيقعد تحت المنشر إذا عم طول غسيلة بيقعد حد أو بيقعد بسلة الغسيل شو ما كون عم بعمل كيف ما كون عم بمشي بالبيت هو حوالي إذا بدي أظهر من البيت بيرفقني على البيت على باب البيت وأنا بقول له أنه مثلا رايح أجيب ياسمينة أو رايحين هلأ ساعة أو ساعتين وراجعين كل التفاصيل بخبره إياها فهو فعليا كان حولي وينما كان إذا عم بطلع حتى النباتات بيطلع معي وبيقعد بيناتهم وفي نباتات معينة بيحب يضل قاعد حدهم صار لي ثلاث أسابيع ما عم بقدر أعمل أي شي من كل هيدا التفاصيل لأنه بحس بكل لحظة غير الشوء الكبير والواجع الكبير لجوة أنه كل شغلة بدي أعملها هو كان حد فيها عم بحس بشكل بفراغ كتير كبير وعم بحس مثل ما كأنه ما بقى بدي أعمل أي شي من كل هيدا الأشياء اللي كنت عم بعمله كل اللي كنت عم بعمله النبوعة الصباح بحضر غراد زوجي بغراد بنتي وبس هن يظهروا بس برجع على التخط وبقعد بالتخط ما بمشي بالبيت أبدا ما بدي أعمل أي شي يذكرني هو مش موجود وحتى أنا موجودة بالتخط هو بعوات كان إذا قاعدة عم بقرة وقاعدة بالمكان اللي بقعد فيه على الكوتش اللي بقعد عليها بيجي بيقعد حدي فكل شي كنت عم بتجنبه وبس قوم اللي أمشي بالبيت حس إنه في شي ناقص في شي منه صحيح كنت كأني عم بتجنب إنه شوف البيت فاض بس هو كان فعليا عن جد خالي قطاقة كتير قوية كلنا كنت عم نحس بالفراخ حتى ياسمينة كانت عم بتقول بيتنا بطل هو بيتنا بلق نيومون نبيل عم بحس نفس الشي حتى الفسينات التانية اللي عنا إياهم بالبيت الاثنان كل الوقت لصغير كتير عم بتنويله كانت مستفقدت له لأنه كانوا صاروا تعوضوا على بعض وبيلعبوا مع بعض فكتير محلات بتصير عم بتخذلك كتير إنه تكون حزينة قاعدة لحالة أو تتخبأ أو تكون عم بتنويله كأنه عم تمدهله وحتى بالنهار اللي فرج أو مريد فيه هو وكان ما بقى اللي عم بيأكل ولا عم بيشرب ولا عم بيتحرك تنيناتهم اللي بسينات صاروا كتير صومتين بحالة صومتين وذلك أنه عارفين إنه في شي كبير بده يصير ولا حتى جوي يعني البسينا الصغيرة بتجي بتتغنج عليه ولا قربت لحده مثل كأنه فهمي تفهموا على بعض إن شو اللي عم بيصير هلأ يمكن عم بلش مع هيدا الأسبوع إنه ساعة حالي بلش حس إنه أنا بدي كفة حياتي والحياة بدأت كفة ومع هيدا وكله عم بكون عم بياخد وقته شوي شوي وتذكر شوي شوي إنه هو فعليا يمكن تركنا جسديا بس هو معنا روحيا وحتى بمغادرته للحياة بعده عم بيعلمني كتير إشيه كأنه بده يذكرني إنه فعليا بس يكون التلميذ جاهز المعلم بيظهر بحياتنا وبس يصير التلميذ أخد كل شي بده ياخده والأمثولة أو الدرس كتمل بيصير الوقت إنه يكون المدرس عم بيختفي أو عم بيغيب أو عم بيتابع طريقه عم بيعلمني حتى بمغادرته كيف يكون عم بعمل سماح بالرحيل كيف تلات جو وكيف أترك الزكريات وكيون عم بعيش كل التعليم أو كل الأمثولات اللي هو أعطاني إياها فعليا اليومون كان عم بيكمل تسعة سنين بحياته معنا تسعة سنين هنه سايكل كل تسعة سنين هنه سايكل بحياتنا وإذا بجي بتطلع على هيدا الرقام قدي عنده دور كبير بحياتي الرقم تسعة رقم تسعة هو رقمي إذا بحسوا بطريق ميلادي رقم تسعة هو السنة اللي خلقت فيها بتنتهي برقم تسعة ألف وتسعمية وتسعة وسبعين تسعة سنين من تسعة سنين وقتكت عم بلش اتعلم كل شي بشتغل فيه هلأ هو فات على حياتنا بيوم تسعة هو يوم اللي أنا ونبيل بلشنا لكون سوا مع بعض بيعليقة رسمية حتى تاريخ زواجنا بـ 18 اللي هن كمان بيعملوا تسعة تسعة السنين هو كان مرفقنا بكل تفاصيل حياتنا تسعة شهر أنا وحامل فيهم بياسمينة كان هو كل الوقت كل يوم بيقات ساعات كل ما أنا قاعدة عم بقرة أو مسطحة هو قاعدة على بطني عم بيعمل بيرينج مثل كأنه كان عم بيحس بياسمينة قبل ما تخلق وهي عم بتحس فيه مثل كأنه كان طلاقي أرواح وهلأ نحن بشهر تسعة عم نعيش فصل الخريف وعم نعيش letting go والقصص اللي بيعطينا فقيها فصل الخريف كتير إذا هيك بدأت أطلع هيدا الرقم ليش أرر بس تسعة سنين بالوقت اللي كان معه وقت وكانت صحته منيحة ومعه وقت أنه يكون بعد عم بيمض ده وقت معنا بس ليش قرر على التسعة كنصر لفترة عم نفكر بكل هيدا القصص وكلها عم تطلع على راسي مثل كأنه خلص دوره أو خلصت هيدا المرحلة أو خلص هيدا السايكل أو هالتسعة هالمرحلة اللي ألفة من تسع سنوات بحياتنا لنكون عم نفوت بمرحلة جديدة لنكون عم نفوت بأمر جديد أو المرحلة الجديدة اللي بيكون فيها الأمر من يومون خلق بأمر جديد وقت خلق كان الأمر جديد بالسماء وقت أجل عنا حياتنا كان أمر جديد وقت غدرنا من ثلاث أسابيع كمانا كان أمر جديد كان هو كأن جد الطفل الأول بحياتنا حتى ياسمينا بتسميه my brother خي وهلأ صار لفترة بتوعى بالليل لأنه ما عم بتعبر كتير بنهار بتوعى بالليل عم بتبكي بتقليه هو هون أنا حاسي فيه إنه هو موجود أبعاد بتدلني بتقلي ليكي فيه فراشة بالغرفة فعلياً بيكون فيه فراشة بالغرفة مع أنه كل شي بيكون مسكر ومن أول يوم هي بس شفتني عم ببكي وعم بتشوفني عم ببكي كنت عم بتشرح لأنه من الطبيعة نحزن ومن الطبيعة نبكي ومن الطبيعة نضلنا مشتقين كان بدنا كل شي يكون قدامها طبيعة ما نكون عم نخفي ولا عم نمسيل لهي كمان تكون عم تقطع بكل هاي دي المراحل الحزن اللي بتجي ورا الوفاة بشكل كتير صح وبشكل كتير طبيعي حتى يعني قلنا لأنه راح نروح سوى لنكون نحنا عم ندفنه مش لكون عم بخلق لأولا أي ترومة بس لأنه كمان لتكون عم نعمل وداع ولتكون عم تفهم القصص كيف بتصير من بعد ما حكيتها وفسرت الله وشرحت الله وأخدت موافقة من أكيد ما كون عم بغصبة كل حدا نتعرف على نيومون كان يقلنا أنه كتير منه كأنه بسين عادي أو هر عادي فعليا عن جد هو كان هيلر وتيتشر وسبريد كايد بحياتنا ونحنا ممتنين جدا لهالشي هاي دي الحلقة حبيت أنه تكون شكرا لنيومون على كل شيء قدمه بحياتنا على كل شيء علمني إياه أنا أكيدة أنه محل ما هو مرتاح وبسلام صحيح مغادرته وأجيت كتير فوجائية بالوقت اللي كنا نفكرين بعد معنا كتير وقت وهيدا الشي بعلمنا أنه نقدر كل اللحظات مع الناس ومع الأرواح اللي نحنا منحبها ومع الحيوانات اللي نحنا عنا إياها كل يوم كنت أغمره وكنت بوسه وكنت خبره أدي أنا بحبه لا لاحظة منحس بعد الوفاة أنه كان وما كانوا كافين وقت مريت فجأة وما كان عم بيقبل يأخذ ريكي مؤشرات عرفت من جوا أنه في شي كبير عم بيصير هالمرة وأنه يمكن بده يغادر بس صرت عم بنكر عم كذب حالي عادت معه كذا مرة حاولت حط له ريكي ما كان عم بيقبل بس كنت عم بحس بمشاعر كتير هو عم بيحسها وآخر مرة حاولت ضليتني ممكن قاعدة وقفت أعطي ريكي أو حط ريكي ضليتني قاعدة بس هيك حدو وشي ساعة ونص قبل ما كان يرجع زوجة عالبيت وأخذناها عالمستشفى فهمت شو رح يصير بس ما قدرت حتى كنا عم بقول له جود باي كان بعد عنده أمال لآخر دقيقة بس روحه كان عنده خيار مختلف وبس أخذناها عالمستشفى كان لازم يبقى هونيك ليحطوا له آي في ولا يعطوا قصص ويعملوا الفحصات ليشوفوا شو اللي عم بيصير ما نمت كل للفجر وبعدين عرفنا أنه على الفجر هو غادر وعي وحكمتي ومعرفتي كلها كانت عم تفهم أنه الروح بتختار ولكن علاقتي فيه وحبي لقيله وكل شيء يقدمه وقلبه ومشاعره ما كانوا عم بيقبله هو عمل دوره ويمكن خلصت مهمته يمكن تعب ومهمته بحياتنا وصلت لها أنها تكون تسع سنين عم بينها مرحلة وكان لازم نكون عم نحترم هيدا الشيء كان فيه زنب من جوا عم بيتكلنا أو عم بحس بيزنب كتير قوي من جوا بركي بمحل نحنا أثرنا بشيء بمحل يمكن وجود قطة جديدة بالبيت أثرت عليه أو حزنته يمكن تأخرنا بأي شيء عليه بس كنت عارفة من جوا أنه قلبه كتير كبير ومليان كتير حب غير مشروط وبيعرف فعليا قديني إحنا حبيناه وقدي قطينا معه ووقات وإيامات وليالي كتير حلوة حتى المرحلة الطويلة اللي سفر فيها زوجي كأنه كان مقدر كون أنا وياع من قطة وقت طويل لكون أنا عم بتعلم أصص منه ويكون هو عم بيرفقني وما كون أنا وحيدة وبالفترة اللي أنا سفرت فيها كان مقدر هو يكون مع زوجي كمانا لهو يكون عم بيتعلم كتير رح نضل نعم نحبك على طول هلأ بس صرت أطلع على الأمر قدي بحب الأمر وقدي أنا كونكت مع الأمر صار كأنه الطاقة بعد أقوى وأكتر وأكتر شكرا على كل شي قدمت لنا شكرا لحكواتي وللدعم الكبير اللي كانوا عم بيقدمولي يوميا بكل هيد الفترة اللي كنت عن جد وبعدنا عم بتقلم فيها شكرا لخي وشكرا لأختي وشكرا لصديقات اثنين من أصدقائي اللي كانوا عم ممكن يرفقوني بس بكلمات أو بأفكار لأنه ما كانوا عم يعرفوا هن كمان كيف يعبروا بس وجود ودعمهم جرد ما يكتبوا أي كلمة هن كمان عم بيساعد أنه نحس حالنا نحن مش غريبين إذا عم نحزن على حيوان لأنه مثل ما قالت هو جزء هو فرد من عائلتنا طاقة حبة كبيرة لكل حيوانات الأرض لكل حدا نفقد حيوان عم يربي كلين لفترة قصيرة أو لفترة طويلة حازوا نكون طبيعي وبحق لكم تحزنوا وتحسوا بكل المشاعر خلونا دوما نتذكر لو ما منحب الحيوانات أو لو ما منحب نقرب عليهم أو حتى يمكن منخاف منهم نختار ما نقذيهم ونساهم بحمايتهم بكل الطرق المتاحة خلونا نختار نشوف شو أجو يعلمونا بحياتنا ونكون ممتنين لو وجودهم لأنه مثل ما قلت بكل هيد الحلقة هني ما بيجوا عن عبس على حياتنا كل بودكاست كنت كون عم سجلوا ونيومون كان يكون مرافقني أو قاعد حدي أو قاعد بحبني أو حتى أنا عم بكتوب أو عم بحط أفكار للبودكاست رح يضل عم بيرفقني ورح يضل عم بيعطيني إلهام ورح يكون inspiration لقلي بكل حلقة رح كون عم سجلة بطاقة حب كل الحب لكل الحيوانات كل الحب لألك نيومون لقون الأسبوع اللي جاي بحلقة جديدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر